موسيقى 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 64 شهيد في حلب واليوم لحد هذه اللحظة في أكثر من 60 غرجة ويا حلب. لو كنت في حلب موسيقى 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 جاهد الله يحييك الله يحييك الله يشهر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافية المرحة 64 شهيدة في حلب عشرات الغارات الجوية اليوم حتى اللحظة هناك أكثر من 70 غارة جوية على حلب تقريباً لو كنت في حلب أولاً من الصبر والدعاء للمجاهدين ودعم المجاهدين لقدر ما أستطيع وأشكى أمره إلى الله وحده وأنا شهد العرب والمسلمين أجمعين أن نوقف الجانب هؤلاء المصلاعات المقهولين والترمي وأعتقد أنه غادر أعمل الشيء الله تكبر عشر شكراً 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 السلام عليكم الله يعطيكم العافية يا شباب شكراً أخي مبرحة 64 شهيدة في حلب عشرات الغارات الجوية والقزائف مدفعية والصاروخية اليوم حتى اللحظة أكثر من 70 غارة حلب والشهداء تقريباً حتى اللحظة يعني فاقوا 30 لو كنت في حلب ما تساوي؟ فقط الصبر ونحن صامدون وباقون بإذن الله تعالى هل تقاوم؟ بإذن الله تعالى نقاوم لآخر رمق شكراً شكراً نعم تقريباً يعني عشرات الغارات الجوية اليوم أكثر من 80 غارة جوية حتى اللحظة نعم لو كنت في حلب شكراً الحال حسبية الله وراملوك الله تعالى نعم الله تعالى نعم السلام عليكم الله تعالى نعم الله تعالى نعم الله تعالى نعم أريد أن أسألكم سؤال مشترك والذي أريد أن يجاوبني برحة حوالي 65 شهيد وعشرات الجرحة في حلب في حلب وعشرات الغارات الجوية اليوم لحد اللحظة حوالي أكثر من 32 شهيد وأكثر من 70 غارة جوية لو كنتوا في حلب ما تساوي؟ منظل في حلب منظل في حلب ما منوصلى تمام وإذا نحن إذا كل مدينة صار عليها قصف كتير تركت المدينة ومشت من لم نترك البلد؟ من ترك البشار الأسد وزبانيته شبيحته والمستفيدين منه يعني أكيد ما رح نتركه المشي يعني منتم سابتين منحفر مغر نقعد فيها منأكل إش من كان بس ما نتركه المشي ولو نهد بيتنا ولو ما تم أكل اللي الله قسمه مننا نأكله يعني بإذن الله شو رأيك انتك؟ نفسي حكي باقيين صامدون بإذن الله بإذن الله الله أعطكم العافية الله أعطكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عليش خليك عن موتور سؤال بصراحة مبارحة كان فيه 65 شهيد بحلب عشرات الغارات الجوية مئات مئات جرحة اليوم أيضا حتى اللحظة حوالي 70 غارة جوية حلب وقصف مدفعي وصاروخي وبراميل ماذا تقوم بحلب يستعملًاسته. عليهم وجدي استسسلام العملهذا من ي Zhu ب никسته يعني إيه الإنسهوم ه задач بت 39% اجرام هذا بكل معنى الكلمة لا تطرق التعريفن أ dispar مذهله Voykah حسب انه العمل وكيل أحسن شيء حسب انه حين يمتهمburst كل مذاك يت ونعمل وكيل احسن شيء يعني واحد ويطلع بقاتل على الجبهة احسن ما يبرك تحت القصف ويقل قتل هون وينقصف ويموت تفرج يعني اكتر من 6-7 بيوت ضربوا الطيران الحربي وقصفوا تحدم المنازل فوق رسح هذا يعني اللي بيستشهد المعارك استاذ اصبط ما اللي بيموت تحت بيته اصبط له صحيح لا والله هونيك عبي قاتل خلص انا مبين عبي قاتل بس هون الناس امنة ما الا علاقة ومدنيين وكذا شو زنبه حسبنا الله ونعم نوكي الله يعطيكم العافية ويحميكم يا رب الله يجيك الخير استاذ الله يعطيكم العافية اب صالح يا اب صالح بتحكي معنا طيب رح سألك وانت جاوبني السلام عليكم كيف توصل عندك الحمدالله على السلامة الله يسلامك يا رب الله يسلامك يا رب ماذا حدث هنا استشهد عندك شيء الحمدالله لا استشهد شيء بس جيراننا اغلبون استشهدهم نحنا كان عيالي وولادي طالين زيارة بيت اخوي انا كنت في المشروع في البرية عم نسقي ومجهز الارض للدار وفي هذه اللحظة انا في البرية فطلع صوت الانفجار وصوت الطبية رجيت لهون مسرع ولا اقالوا لي دارك على الارض هذا داري ما يبقى مننا غير هياك العظمية مثل ما كنت شايفين حمدالله على السلامة الله يسلامك يا رب كم شهيد البرهل حصوان حوالي 21 شهيد في عندنا هون جيراننا ثلاثة طالعناهم وفي جيراننا الثانيين ضل تركس لاخر الليل يطالع فيهم كمان ستة وفيه الضربة الثانية لمغرب شوية يعني حوالي 200 متر كمان طالعوا شيء عشر اشخاص من عائلة واحدة الحصوية النهائية قديش؟ برهل اللي حصوان 21 الساعة 10 في الليل يعني اللي اجوا من المشافي وصاروا يعني توفوا طيب وكام جريح؟ اللي حصوان كمان حوالي 50 جريح في منهم عم يستشهدوا في منهم يعني اصابات خطيرة خدوان على المشافي وفي منهم يعني حالتهم الحمدالله مشي حاله جابوا طيب سؤال بالصراحة الله يعني اول شيء الله يتقبل الشهداء والله يجي في الجرحة حلب الان تتعرض لهجمي اعنف هجمي بتمره يا حلب من برحة لحاله حوالي 64 شهيد مئات من الجرحة واليوم لحط اللحظة 70 غارة جوية عشرات البراميل مئات من القزائف والرجبات الصواريخ لو كنت في حلب انت شو بتساوي؟ بده يضل صامد يعني ما بيطلع في ايدنا شيء غير انه نضل سابتين ونضع الله ونضع لها المجاهدين وهالسوار انه الله سبحانه وتعالى اللي يفتح هالبلد عايدون وغير هيك ما بلحسن نحكي الله يقويكم الله يحكي الله يفزيكم بخير اللي بيرك امن ومدني وما الو علاقة اجرامه هاد ما في انسان عبي ابادة جماعية على وقت عيد على وقت اللي ما الو علاقة الساس هاللقيت بقابد يصر له علاقة لانه ابادة جماعية كل شيء مدني هلا بيوتا عبي اسبت للناس انه كل الكون طلعوا الكل بشكل عام لانه متل هيك اجرام ما يعني ما مر على انسان ولا بالتاريخ ولا بتاريخ الكورة الارضية ولا بتاريخ البشرية ما مر هالاجرام هادة يعني هو يعادي الانسانية ويعادي كل الشعب نعم معادة معادة كل الانسان بيقول لا يله الا الله معادة لكل انسان بيقول لا يله الا الله وليس فقط بيقول لا يله الا الله محمد الارسول الله كل انسان رأيان بسيطة الله ح شكرا اللي سี ليس来ك سؤال مبرح بحلب ثم حوالي 65 شهيد الله اكبر ويعني عشرات الغلاثة الجوية والبراميل وغزائف مدفاعية ورجمال صواريخ والجر المتفجرة والليوم لحد اللحظة أكثر من سبعين غراجوية وأكثر من تحتين شهيد وبراميل عد ولا تحدث سؤال لو أنت كنت في حلب ماذا تفعل؟ حسب الله ونعم الوكيل الله يكون بعون العباد ماذا يفعلون؟ وعندما راحوا وضرب القصف عليهم ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ أنهم محاصرين لا يلتجون لالله سبحانه وتعالى ماذا يفعلون؟ الله تكون عافية أخوك؟ ابن عمي ابن عمك الحمد لله على سلامتك الله يسلمك يا رب إن شاء الله لا يصبح عنكم شيء؟ الحمد لله كانوا برا البيت الحمد لله أولاد عمي والحمد لله إصابات مؤدية فقط الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين لو كنت في حلب بعد هذا الهجوم الإمبارحة واليوم صار أكثر من 150 غراجوية وصار حوالي 100 شهيد ماذا تفعل؟ والله نحمد الله نحن الكل طيبين ونحن صاب شعر منه يعني مشكة أمرنا إلى الله ومشكة أمرنا إلى الله وبس ما أعرف ما أعرف شو بدي أحكي الحمد لله على كل حالي بنشكر الله ونحمد الله على الصحة والعافية لو كنت في حلب ما تقدر تساوي الشيء؟ يعني منشكة أمرنا إلى الله أولا وأخيرا ونأخذ بالأسباب ونعمل علينا الله يحميكم الله يحميكم السلام عليكم الحمد لله على السلامتكم كم شهيد هون راح بيت جيرانا؟ العدد كاملا تقريبا شي واحد وعشرين شخص الله أكبر الله بيت شي وداعا هوني هوني في بيت بيت جيرانا هوني آآ في بنتهم والأب والأم والأب والأم أبوا يعني الجدود تبعون وواحد من الأخوات كماني مات هوني وهون كمان نفس الشيء ونوجه رسالة للنظام الكافر للكلب ونقول له نحن هون موجودين وعلى الأرض ونظل نخلف أولاد ونظل موجودين هوني لا لا يخرى الدنيا والحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين سؤال اللي يجري في حلب الآن أصعب بما يجري هون مبارحة واللوم أكتر مئة وخمسين غيرا جوية وأكتر مئة شهر لو كنت في حلب شو بتساوي؟ يعني ما ضل قدمنا وراها يعني الموتة موتة هي بنا ننظل صامدين إن كان الموجودين في حلب صامدين ونكون موجودين هون صامدين متابعين لا محالة عنا ما بدتني نحكو فيها أبدا يعني أنت تقصد الموت واحد؟ الموت واحد ما في ما في يعني تحت البراميل تحت البيوت بالطيران بالقصف بالشلون بدهم يحسبوها نحن موجودين الله محيكم الله والنظام اللي عبيقول إنه هادول الخراطيم عبيقوله هادولة تبع شبكات وما شبكات عشبه هادة هاي محل تنقي هاي تبع تنقيط المي كالمجاري المي على النظام هون عبيقوله إنه هاي دي تبعي شبكات نت وما شبكات نت وكابلات وما كابلات هاي دور بيوت كلها مدنية ما في معسكرات ولا في عساكر ولا في مسلحين ولا في حدا مش شباب موجودين المسلحين موجودين عندهم هنهنيكة خلي ينزولوا بدون طيران ويتفضلوا على الأرض خلي بلا طيران بس نهار واحد الله يحميكم الله يسلم إذن كما كنتم معنا أعزائي المشاهدين كل ما انتقيناه من العينات التي أجرينا معها لقاء واستطلاع الكل يصر على الصمود والتشبس في الأرض والمقاومة الموت واحد ببراميل النظام في البيوت وعلى الجبهات وأيضا الموت واحد في كل مكان إجرام النظام لن يزيد الناس إلا إصرار على الثورة ولن يزيدهم إلا إصرار على التشبس في الأرض لن ينزحوا ولن يهاجروا ما داموا لم ينزحوا ولم يهاجروا سابقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته